اهلا بكم في فيديو جديد هنتعلم من خلاله ازاي نقدر نقدم لمرحلة رياضي الاطفال او الصف الاول الابتدائي الكترونيا عن طريق موقع الوزارة وده هيتم من عن طريق اي جهاز او حتى موبايل ممكن من موبايل المهم ان انا بفتح مستعرض الانترنت وبكتب فيه شريط العنوان عنوان مركز المعلومات وزارة التربية وتعليم او emis.gov.eg ومن خلال الاعلانات الموجودة بلاحظ هنا تسجيل طلبات التقدم الالكترونيا ممكن اضغط هنا للتسجيل الالكتروني او من خلال خدمات البوابة حقل التصنيف بالمستخدم وانا كولية امر هضغط على خدمات ولي الامر الفكرة كلها ان ولي الامر حينشئ حساب على البوابة وحيتلقى الخدمات الالكترونية والتواصل مع الوزارة وبعد كده الموضوع هيتطور يقدر يتابع غياب وغيره منه الامور لوالي الامر ممكن يستفيد بها من انشاء الحساب هنركز في بداية الفيديو ازاي ننشئ حساب لوالي الامر ودي حاجة اساسية لازم اعملها في البداية من خدمات ولي الامر واضح طبعا قبل ما اقوم بالتقديم اما للصف الاول الابتدائي او حتى ريال الاطفال لازم انشئ حساب بعد ما انشئ حساب حبتدي بعد كده اسجل لما اضغط على الروبط بتاع انشاء حساب قال لتسجيل الدخول على الصفحة الخاصة بك كولية امر التحديث البيان لو عايز احدث بياناتي لو لي بيانات بالفعل هضغط هنا الرقم القوم وكلمة المرور وانا لسه معايش كلمة مرور اساسا وما اقدرش اعمل تسجيل دخول فانا لسه مستخدم جديد فهضغط على انشاء حساب طبعا ويقول لي لو نسيت كلمة المرور ممكن اعيد تعينها وحنشوف ده في نهاية الفيديو هضغط على انشاء حساب هيطلب مني اني املي استمارة لو نجحت في اني املي كل الاستمارة هيكون لي حساب على موقع وزارة التربية وتعليم كولية امر وابدأ من خلاله اتلقى الخدمات هبتدي اكتب هنا بياناتي وبعد ما اكتب البيانات المطلوبة طبعا الرقم القومي اساسي وتاريخ الميلاد ورقم موبايل للتواصل ممكن اخليهم اكتر من رقم والمهنة وغيره كلمة المرور بيقول لي طبعا لازم تحتوي على حرف كابتل على الاقل وارقامه ما تقلش عن ثمانية بعد ما بسجل كل الخنات المطلوبة بضغط على الامر تسجيل بعد ما ضغطت على الامر تسجيل اللي تم الحفظ بنجاح لو طبعا كنت نسي اي امر هيجبهولي لكن انا هنا خلاص نجحت في تسجيل الحساب ولو رجعنا للصفحة الرئيسية بتاعت خدمات وليل امر parent.emis.gov.eg هلاحظ ان هنا خدمات وليل امر انا انشأت حساب خلاص حبتدي اسجل طلب للتقديم اما الصف الاول الابتدائي او لرياض الاطفال لاني كولية امر دلوقتي عندي الامكانية او عندي الحساب اللي اسمح لي باني اعمل ده هضغط على تسجيل التقدم لمرحلة رياض الاطفال طبعا هنا مش فرقة رياض اطفال من ابتدائي نفس الخطوات واحدة هيقول لي عايزي تأكد من اني ولي امر واسجل دخول عشان اقدر انفذ المهمة اللي انا اسجل بيتأكد من الرقم القومي وكلمة المرور في الحالة اللي هضغط على تسجيل دخول لو انا لسه هبدأ من البداية هبدأ انشاء حساب لعليه الامر من اول و جديد تسجيل دخول بقى ارض على المستعرض انه يحفظ لي بياناتي انا هقول له في الحالة دينيفر حيبتري يقول لي يلا كملي البيانات بتاع التقديم للطالب انا هضغط رسمي طبعا لو لغات نفس الفكرة مجرد ما اخترت رسمي يقول لي اختار المحافظة المحافظة بتاعتنا هي الدأهلية هيطلب مني الرقم القومي للطفل انا هكتبه ببتدي ادخل بيانات الرقم القومي للطفل بيطلب الرقم القومي عشان اتحقق من صحته بيتأكد ان التاريخ مظبوط لان التاريخ ضمن الرقم القومي وكذلك محافظة الميلاد والنوع لو بدأت ادخل البيانات دي مظبوطة وضغطت على بدء تسجيل الطلب بلاحظ ان فتح لي هو صاحب الحساب اللي هو الاب في الحالة دي وحكمل بيانات الطفل وبسجل في الاستمارة بيانات الطفلة اللي هي في الحالة دي بنت لينا وسجلت كل البيانات المطلوبة ويصلت الارابة هنا الاب واخترت الادارة والروضة اللي انا هضيفها لها وبعمل اضافة دي بتعتبر رغبة اولى انا بامكاني اختار روضة اخرى واضيفها كمان مرة واعمل ثلاث رغبات ممكن اضيف لحد ثلاث رغبات كده خلاص انا عملت الطلب ممكن الغي لو اخطأت في اي طلب من دول بعملوا الغاء للطلب وهضغط على طباعة الطلب المقدم بينقلني على الصفحة ارجعها وممكن اضغط على طباعة الصفحة في الحالة دي ممكن لو عندي طبعة احدد الطبعة على طول مكانش احفظها save as bdf واحدد مكان الحفظ وبتكون وراء مطبوعك مستند معي بالشكل ده كمان ما ننساش انه بينوهلي هنا انه ممكن اعدل الرغبات او حتى بيانات التواصل لمقدم الطلب زي اضيف ارقام تليفونات وغيره ممكن اعدل دابة حتى بعد عمل الطلب لاني معي اكاونت او حساب ممكن ادخل بي ولو رجعت للصفحة الرئيسية واضغط حبيت اقدم لطالب اخر بنفس البيانات الاب مثلا لها اكتر من طالب وعايز يقدم لهم مثلا في ابتداية وحط ريال اطفال مرة ثانية في الحالة دي برضو بيطالبني بنفس البيانات وبمجرد ما بكتبها وبدأ تسجيل دخول بلاحظ بيجيب لي هنا ان انا عملت طلب وممكن اسجل متقدم اخر وممكن اعرض الطلب ده وزي ما اتفقنا اني ممكن اعدله بالضغط على عرض الطلب وزي ما اتفقنا ممكن نعدل الرغبات الغيهة او اضيف في نهاية الفيديو نحب نقول ان الفكرة بسيطة جدا مطلوب ان كل وليه استفيد به من خلال الخدمات العديدة اللي ممكن تقدمها الوزارة من الموقع بالتواصل المباشر مع وليه الامر ومن خلال حساب ده تدريب مبدأ الاستفادة به هو تقديم لرياض الاطفال وكذلك الصف الاول الابتدائي من خلال وليه الامر نفسه فلازم وليه الامر يكون لحساب يفتكر كلمة المرور كويس يحاول يسجلها في اي مكان بحيث ما ينسهاش ولو نساها الموقع بيعطيني طريقة تانية لاسترجاعها ان ادخل الرقم القومي ورقم التليفون المسجل بيبدأ يقول لي دخل كلمة المرور الجديدة اللي انت عايزها في حالة نساني كلمة المرور بدخل الرقم القومي وبقول له في الحالة دي عادة تسجيل كلمة او نسيت كلمة المرور هيديني ادخل كلمة مرور جديدة بعد ما ادخلها باختار تغيير كلمة المرور فيعطي لي رسالة تم تعديل كلمة المرور بنجاح حتى لو نسيتها بقدر استعادها بشكل سبس